اشتركوا في القناة التمثيل البياني الشريطي دي ياولاد بيكون عبارة عن ايه؟ بيديني بيانات انا باخد البيانات دي بمثلها على هيئة اعمدة او اشرتة طيب يامس عشان امثل البيانات دي على هيئة اعمدة محتاجة ايه؟ محتاجة يكون عندي حكتين اول حاجة محور افقي والمحور الافقي دا دايما نايم المحور الافقي دايما نايم طيب يا ميس انا بحط ايه على المحور الافقي المحور الافقي يا ولاد بحط عليه البيانات اللي هو مدهيلي يعني هو هيدا مديني الحيوانات المفضلة انا هاخد صور الحيوانات المفضلة دي وحط كل واحد في المكان بتاعه طيب يا ميس وعندي ايه كمان عندي المحور الرأسي المحور الرأسي ده دايما واقف مظبوط طيب ايه المعلومات ده انا بحطها على المحور الرأسي بحطها عليه الارقام وببدأ من اول رقم صفر الى ما لا نهاية والأرقام دي دايما بحطها بترتيب معين إما أقول 01234 وهكذا أو ممكن أقول 01515 أو ممكن أقول 01020 وده بتحط على حسب المسألة طيب الأرقام دي يا مسي بتدل على إيه؟ بتدل برضو على حسب المعلومات اللي هو مدهالي في المسألة هنا الأرقام اللي عندي بتعبر عن عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الحيوانات اللي هو مدهالي دي طيب تعالوا نعد مع بعض كده كم تلميذ بيفضل القطة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة يبقى عندي ستة تلاميذ بيفضلوا القطة طيب وعندي كم تلميذ بيفضل الخروف تعالوا نعد مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة شطور طيب وعندي كم تلميذ بيفضل المعزة واحد اثنان عندي كم تلمس بيفضل الكلب؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس تلاميذ طيب تعالوا نشوف الأسئلة اللي معايا ما هو أكثر حيوان مفضل لدى التلاميذ؟ عشان أجاوب على السؤال ده يا حلوين هطلع على التمثيل البياني اللي أنا عملته مين هو الحيوان المفضل عند التلاميذ؟ برافو عليكم القتة ليه؟ لأن عندي عدد ست تلاميذ بيفضلوا القتة وهو أكبر عدد عندي يبقى الحيوان المفضل لدى التلاميذ القتة ما هو الحيوان المفضل بالنسبة لك؟ طيب السؤال ده كل واحدة يختار الحيوان اللي هو بيفضل أنا هاختار الكلب شطور التمثيل البياني المصور في التمثيل البياني المصور يا أولاد هو بيديني برضو محور أفقي وبيديني محور رأسي وفي التمثيل ده هو بيديني المعلومات جهزة مش جهزة أوي يعني أنا باخد نص المعلومات هو بيديني نص المعلومات وأنا باخد النص التاني باستخدمه في الحل زي ايه؟ هو هنا مديني عدد الأطعمة المفضلة برضو عند التلاميذ مديني البيض والجبنة واللحمة والبيتسة تماما كم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا البيض؟ ستة طيب وكم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الجبنة؟ ثلاثة وكم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا اللحمة؟ أربعة وكم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا البيتزا؟ اثنان طيب تعالوا بقى نستخدم المعلومات اللي عندي دي في الشكل اللي قدامي هنا عشان أعرف عدد التلاميذ اللي بيفضلوا كل طعام من الأطعمة دي كم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا البيتزا؟ يبقى هروح على التمثيل الباني اللي قدامي وبص على البيتزا هنا عندي كم تلميز اثنان برافو عليكم طيب وكم تلميز بيفضل البيض دعوا كده نروح مع بعض ستة ستة تلاميس طيب الجبنة كم تلميز بيفضل الجبنة تلاتة برافو عليكم وكم تلميز بيفضل اللحمة اربعة شطار طيب دايما في التمثيل الباني المصور بيجب لي اسئلة تعالوا هنشوفها مع بعض اول سؤال معايا بيقول ما اجمالي عدد التلاميذ الذين افضلوا البيتسا والجبنة طيب عشان احل السؤال ده لازم ابص الاول الجملة بيقول لي ايه ما اجمالي اول ما اشوف يا حلوين كلمة اجمالي يبقى هجمع على طول هجمع ايه ميس هو هنا بيقول لي عدد التلاميذ اللي بيفضلوا البيتسا والجبنة هيبقى هجمع عدد التلاميذ اللي بيفضلوا البيتسا ومع عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الجبنة طيب كم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا البيتزا؟ اثنان يبقى هكتب اثنان زاد كم عدد التلاميذ اللي بيفضلوا الجبنة؟ تلاتة شطار هكتب تلاتة واجمع اثنين زادت تلاتة هحط الرقم الكبير في مخي اللي هو التلاتة واللي اثنين على ايدي واجمع بعد التلاتة اربعة خمسة شطار طيب ينفع اسيب المسألة اللي قدامي دي كده؟ لا يا ميس ما ينفعش امال هكتب ايه؟ هكتب التمييذ بتاعي اللي بيدل على المسألة ايه هو التمييذ اللي عندي؟ تلاميذ خمس تلاميذ طيب نشوف سؤال كمان كم يزيد عدد التلاميذ الذين فضلوا البيت على اللحم؟ طيب عشان برضو احل السؤال ده لازم ابص الاول الجملة وهلاقي كاتب لي كلمة يزيد اه يبقى كلمة يزيد دي اول ما شوفها هاعمل ايه؟ هطرح على طول طيب يمس هطرح ايه؟ هطرح عدد التلاميذ اللي فضلوا البيت على اللحم تعالوا نشوف مها بعد كم عدد التلاميذ اللي لزين افضلوا البيت؟ 6 شطار يبقى 6 ناقص عدد التلاميذ اللي لزين افضلوا اللحم اربعة برافو عليكم وهطرح 6 ناقص اربعة عشان اطرح 6 ناقص اربعة هعمل ايه؟ هبص على الرقم الصغير مين الصغير؟ الستة ولا الاربعة؟ الاربعة شطار وهعد بعد الاربعة على ايدي لحد ما وصل للستة بعد الاربعة خمسة ستة يبقى بقى عندي كم صباح على ايدي؟ اتنين او استخدمت كم صباح؟ اتنين يبقى 6 ناقص اربعة هيساوي اتنين ما ننساش التمييذ اتنين ايه؟ اتنين تلميذ شكرا انكم يا حلوين هستناكم ان شاء الله في فيديو جديد